أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم رح نحكي عن الموضوع الأساسي أولا انتقال كوكب عطارد اللي رح ينتقل اليوم من العذراء رح ينتقل للميزان هذا واحد اثنين أنه ضايل تقريبا ساعة وأربعين دقيقة وبنتهي خلو المسار وباستقر القمر في برج الجوزاء فعشان هيك هذول الموضوع الأساسيات الأهم اللي هو عطارد لأنه رح يمو مدة طويلة رح تكون من مدة مكوته في الميزان ما بين حركة أمامية وتراجعية وأمامية فتأثيراته رح تكون يعني مدة عشان هيك بتكونوا تركزوا معي لأنه هاي بتحكي عن فترة قادمة برضو طويلة شوي العطارد وخلينا نشوف القمر برضو للتوقعات اليومية طبعا القمر اليوم أو توقعاتنا اليوم ليوم الاثنين ثلاثين أم القمر ما زال موجود في منزلة الهقعة وحكينا هاي المنزلة سيئة لا تصلح إلا الأشياء المضرة بما ينفع كاستخراج السموم أو الأورام أو الأعقل اللي هي الدمامل أو دم الخراج أشياء مثل هيك يعني بتجرح عشان تعالج شيء أساسي وغير هيك هي تعتبر زاوية سيئة يعني ما بصلح فيها أي شيء طبعا مقوتها رح يظل موجود أو رح يظل القمر موجود فيها للساعة 12 و 24 دقيقة بتوقيت جرينيتش بعد منتصف ليل اللي هي الاثنين ثلاثين ثماني بعدها القمر رح ينتقل بعد منتصف هذه الليلة لمنزلة الهنعة ومنزلة الهنعة هاي تصلح للمحبة والخير والقبول يعني منزلة جيدة بالنسبة لخلو المسار طبعا هو بدأ من اليوم هو مستمر لأنه بدأ في اللي احنا منحكي قاعدين في موعد بث الحلقة اللي هو يوم الأحد ماشي فالقمر موجود الآن في فترة خلو المسار لانتقاله هو بده ينتقل من برج الثور لبرج الجوزة ضايله تقريبا بحدود الساعة و 41 دقيقة يعني الساعة 4 و 41 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبصير في الجوزة فاحنا ما زلنا في فترة خلو المسار يعني ساعة و 41 دقيقة بكون انتقل وأنهى خلو المسار طبعا القمر حكينا لما بنتقل وبصير في برج الجوزة في هاي الفترة منشط في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة القال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا الحدث اللي رح يصير وهو اول حدث بعد استقرار القمر في الجوزة هو انتقال كوكب عطارد من العذراء للميزان طبعا فيه اشخاص خياله يا اعمي طب كان بالعذراء من المفروض انه كان سعيد وهذا بيته ومن المفروض طاقته عالية جدا فيه اه ليش انت بقيت تحكي منتحس 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 انا بدي اجاوب ليش كنت احكي منتحس اول اشي بوجوده يعني بوجوده بالعذراء كان المشكلة الاكبر اله اللي هي زاوية التقابل اللي كانت ما بينه وبين نبتون اللي موجود بالحوت وهاي اضعفته بشكل كبير اثنين شكل زوايا حادة جدا خلال فترة الشهر هاد او الثلاث اسابيع هدول اضعفته بشكل واضح فعشان هيك كان اغلب الوقت هو منتحس كلمة انه لما بيكون الكوكب في شرفه او في بيته او في مثلته او اللي دائما انتو بتسمعوها مش دائما هاي الاشياء بتكون قمة الايجابية او قمة السلبية في زوايا معينة هي اقوى تأثيرا من مكان الكوكب في هاي الدرجات اللي تعتبر شرفه مثلا او بيته او رب الزاوي او رب المثلث اللي هي من المفروض انه يعني يكون اوج الكوكب هذا وقوته كامله ولكن لما بشكل زوايا تقابل وتربية تلقى ايام يصير منتحس فهذا الكلام كثير من اللي مدعين بعلم الفلك لما بقول لك بده يدخل على البرج المؤثر عليه وهو العذراء كوكبه وعطارد فرح يكون فترة مليئة بالحركة هذا الحكي دائما بنبه اليه وبحكي انه هذا الحكي مش مزبوط لانه لازم نتأكد انه فيه زوايا ولا ما فيه زوايا طيب الان هو بده ينتقل للميزان تلقائيا بس يدخل على الميزان هو رح يشكل زاوية لها علاقة بزاوية تربيع مع بلوتو ولكن لسه مش الان يعني بعد ما يمضي فترة بشكل هاي زاوية ولكن بالاغلب هو رح يشكل برضو زوايا تتليث مع المشتري وزحل الموجودين في الدلو وهذا الاشي شوي يعني ماشي بعطيه طاقة ولكن فيه زاوية تربيع برضو رح تكون قوية له هي رح تضعفه شوي فهو رح يكون في ايام سعيد وايام منتحس اثنين حركته لما يكون موجود في برج الميزان رح يكون له عدة اشياء يعني المدة المكوث تبعته عادة هي ثلاث اصابيع في كل برج المرة هاي رح يظل في برج الميزان لغاية 5-11 يعني مدة طويلة والسبب ايش خلينا نشرحها شوي شوي عشان انتو تفهموا شو السبب الان هذا العطارد بتراجع ثلاث مرات في السنة هاي مرحلة فيه له تراجع هذا الشهر اللي هو في شهر تسعة بده يتراجع طيب خلينا نشوف ايش المراحل اللي رح يمشي فيها الان هو بده ينتقل للميزان في تمام الساعة خمسة وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ورح يمكث زي ما حكينا في برج الميزان لغاية 5-11 بين حركة امامية وتراجعية في نفس البرج ما رح يطلع من برج الميزان الحركة الاولى هي حركة امامية رح تكون من ساعات الصباح ساعات صباح اليوم زي ما حكينا حتى صباح يوم 27-9 هاي حركة امامية اليوم في الحركة الثانية اللي هي صباح 27-9 بده يصير الحركة التراجع في نفس البرج وهي حركة سلبية دائما لأي برج لما بصير يتراجع زي ما احنا شايفين الكواكب الكبيرة كلها بتتراجع فهي سلبية الآن هذا بده يتراجع وهذا مسؤول عن الحركة والنشاط الفكري ففي فترة التراجع هاي بصير فيه اشياء لها علاقة بالبورصة والاسهم ومضاربات المالية وخسارات مالية حوادث سير ازمة الطرقات اعطال في الاجهزة الالكترونية يعني في هاي الفترة فاحنا منعتبرها فترة سلبية اللي هي من 27-9 لغاية 18-10 اللي هي هاي فترة التراجع الآن بعد ما ينهي في مساء 18-10 عملية التراجع بده يرجع مرة ثانية للحركة الامامية في برج الميزان رح يستمر في الحركة الامامية هاي لغاية مساء يوم 5-11 يعني في ثلاث حركات ماشي الآن احنا ما بدنا نركز على موضوع التراجع ولكن لما احنا له عشان اللي بده ينتبه انه اعماله او الاشياء المهمة او الاشياء اللي ضرورية اللي بده يعملها ما بين تاريخ 27-9 لغاية 18-10 بده ينتبه انه هاي الفترة بده يلغيها من حساباته بالاشياء المهمة كلها اوكي طيب الآن احنا بنحكي عن الحركة الامامية اللي هي اللي رح تبدأ زي ما حكينا ابتداء من صباح اليوم اللي هي من ساعة 5-9 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش رح نحكي عنها لغاية اللي هي قبل ما نبدأ بالمرحلة الثانية اللي هي لغاية صباح يوم 27-9 ماشي هاي اهم الفترة اللي احنا رح نشرحها طبعا الحركة لما بكون القمر في حركة العطارد في حركة امامية هاي فترة ممتازة وخصوصا لما بدخل على الميزان بيشعروا موليد برج الميزان بقوة الفكر والتركيز والرغبة في الدراسة والمطالعة والقدرة على اقناع الاخرين بوجهة نظرهم بيستفيد معهم في المجالات الفكرية والمجالات الاتصالات والمواصلات موليد الابراج الهوائية والابراج النارية زي الجوزاء والدلو الحمل الاسد القوس وكل شخص تواجد عنده كوكب عطارد ساعة ولادته في برج الميزان طيب عسى الاشخاص اللي نولدوا وكان عندهم عطارد في برج الميزان غالبا هدولا الاشخاص بيترددوا عند اتخاذ اي قرار يعني بيكتسبوا عملية التردد من وجوده في الميزان طيب ايش تأثيره على كل الابراج الان وجوده في الميزان ايش الابراج كلها بده تستفيد من وجوده برج الحمل بيميلوا لتبادل الافكار والاراء مع الشركاء ان كانت شراكة عمل او شراكة عاطفة وهي بتمفع لشراكة العمل وشراكة العاطفة برضو يعني للزواج والارتباط او بحث الامور هاي برج الثور افكارهم بتفيدهم في التعامل مع زملاء العمل وبرضو الترويج لعمل او نشاطهم في العمل او البحث عن عمل جديد الجوزاء بتزداد نشاطاتهم الادبية وحث اولادهم على الدراسة وتواصلهم العاطفي مع احبائهم او مغامراتهم وترفيهم وقدرتهم على استغلال الحضوض في الترويج لبعض الامور وقدرة تواصلهم مع الاحباء حتى مع الوالدين السرطان بتنصب افكارهم حول الامور اللي الها علاقة بالعقارات وتعاملهم مع افراد العائلة وقدرتهم بالاقناع لأفراد العائلة بوجهة نظرهم وعندهم قدرة على التواصل الاجتماعي الاسد بيكون النشاط بامور الها علاقة بالسفر والاتصالات وخصوصا لمسافات قصيرة رحلات سفرة سريعة بنشطوا بامور الها علاقة بالتسويق بتنصب عندهم او عند الطلاب افكارهم باتجاه المطالعة قسم منهم ممكن يفكر بشراء سيارة او اجهزة الكترونية او يبلش ينشط في هذا الموضوع اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اكثر ناس رح يستفيدون برج العذراء بتنصب افكارهم حول افضل الطرق لكسب المال او الاهتمام بالامور المالية او جني الارباح وبغل تتركز على هاي الامور الميزان بيستمتعوا بقوة الفكر والادراك الجيد وسرعة البديهة واقناع الاخرين بوجهة نظرهم وبتزداد عندهم النشاط والحركة العقرب بينجذبوا لمواضيع غامضة في الحياة اكثر من السابق بحاولوا ادراكها في منهم رح يهتم بالامور الروحانية او الغيبيات او حتى المواضيع التاريخية القوس بيميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء وعلاقاتهم باصدقائهم ونشاط اجتماعي توطيد العلاقة مع الاصدقاء والعمل زي ما حكنا الاجتماعية الجدي افكارهم بتفيدهم في مجالات العمل ممكن يطوروا عملهم او يحصلوا على تقدير او انجاز اعمال كثيرة او بحث عمل او تطوير بميدان العمل وعلاقاتهم مع رؤساهم بالعمل الدلو بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة بيستفيدوا في التجارة في عمليات الاستراد والتصدير وبرضو في الامتحانات الجامعية والدراسات الجامعية هاي بتكون مميزة بالنسبة لهم الحوت بتنصب افكارهم حول الامور المالية المشتركة وادخال تحسين عليها ممكن امور الها علاقة بالقروض والامور البنكية امور التأمينات الضريبة اموال قديمة اليك ديون بدك تسكر ديون عليك بدك تسترد اموال اليك تحل قضايا مالية كلها هاي تتعلق في هذا الموضوع خلينا نشوف باقي الزوايا اللي رح تتشكل اليوم طبعا في عنا زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الشمس يعني القمر الان منتصف نصف البدر ربع احنا بنسميه ربع القمر يعني بمعنى اخر اللي هو بتطلع على القمر بتشوفه من النص هيك نصفه مضيق هذا اسمه ربع طبعا لما بصير زاوية التربيع هاي هو بيكون بهاي الصورة هاي الزاوية التربيع سلبية رح تكون الساعة سبعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بيخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتساعدنا في تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية طبعا بما ان القمر موجود بالجوزاء معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء واحد وثلاثين ثمانية اللي هو يوم الغد بيبدأ في تمام الساعة ثمانية وسبعة واربعين دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الاربعاء واحد تسعة حتى تمام الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا لينتقل القمر بعدها لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع اثنين وعشرين يوم في تمام الساعة ثمانية وواحد وخمسين دقيقة مساء بيصبح ثلاث وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الجوزاء حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في العذراء وبدو ينتقل للميزان وحكينا رح يبقى في حركة امامية لغاية سبع وعشرين تسعة هو الآن منتحس بنسبة خمسين في المية ولكن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية لأنه بتفكي زوايا التربيع والمقابلة الزهرة في الميزان حتى يوم عشر تسعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمسة عشر تسعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتعش عشر منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات حاولوا أنه اليوم تفاوضوا بثقة وجراءة طبعا السفر والاتصالات هاي كلها إلها علاقة بالسفر القصير أو للأغلب بتكون السفريات والاتصالات القصيرة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن ولكن أغلبها بيكون في حراكة ونشاط أهم شي إنك تفاوض بثقة وجراءة اليوم حاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك لكن إذا كنت تتجنب الكلام اللاذع ممكن إنه شوي هيك ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال لأنه عندك أعمال كثير اليوم حاب تنجزها فحاول إنك تباكر لعملك ما تعرض نفسك للإرهاق يعني إنجز كل شيء بشكل منظم إلك بتتميز اليوم بالنشاط العالي جدا ممكن اليوم تسمع جواب بعجبك أهم إشي إنك ما تبالغ بمصروفك ما هذا شيء جيد جدا بالنسبة لإلك مكان القمر في برج حليف لإلك فبدك تستغله بقوة برضو اليوم ممكن يكون فيه نوع من أنواع التواصل أو الاحتكاك المباشر ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران تتعاون وتحلوا مشكلة معينة أو تعاون في مسألة معينة الأجواء إجمالا إيجابية ودعملة إلك فحاول تستغل هذا النهار بكل طاقتك برج الثور بتتركز أعمالكم اليوم حول ضب ميزانيتكم أهم إشي إنه اليوم تتجنبوا النفقات الأجواء جيدة ممكن اليوم تحققوا بعض المكاسب أو الأرباح اللي بتيجي من عمل أضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو هدايا حتى ممكن تجيكم الأجواء جيدة ممكن تهتم لوضاعك المالية وتخذ تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبراتك أهم شي إنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي بدك يعني هيك تحاول إنك تكون هادي تدرس الأوضاع بشكل جيد حاول ترتب أمور فوتيرك والتزاماتك بشكل برضو بدون مبالغة ما تبالغ بمصاريفك قدر الإمكان حاول إنك تحذر برضو من بعض المحتالين أو النصابين أو حتى أنه ماتك في الحد بالفترة هاي الفترة جيدة حتى لا استرداد أموالك إذا أنت إليك ديون على أشخاص حابب الطالب فيها الفترة هاي ممتازة جدا لا إليك برج الجوزة طبعا اليوم أنتوا عندكوا قدرة عالية بما أن القمر الآن رح يستقر عندكم بشكل كامل بتبلش طاقتكم شوي شوي تزيد كل ما بدأ النهار أكثر كل ما مضت الساعات بتلاقي الطاقة عندك زادت أكثر وأكثر فأتلقائيا اليوم عندك قدرة على مواجهة مشاغلكم إنجاز الكثير من أعمالكم بتكثر عندكم المشاريع وبتختلط الواجبات حاول أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك أو لوياتك يعني اليوم حتى بإستطاعتك استعادة موقع إليك وإنجاز الكثير من الأعمال يعني الأجواء تقريبا رح تكون ممتازة رح تشعر بطاقة غريبة موجودة عندك لدرجة أنه الجنس الآخر بس ينظر إليك رح تكون أنت ملفت للانتباه أكثر للجنس الآخر وممكن تتعزز حتى علاقاتك العاطفية برج السرطان طبعا بالنسبة لموليد برج السرطان يعتبر مش يوم ساعدكم هذا لأنه القمر الآن صار موجود بالجوزاء بيت متاعبكم فمعروف بما أنه في بيت المتاعب معناته يومين وربع في نوع من أنواع الركود رح يسيطر عليكم فعشان هيك المتوقع أنه ينال التعب منكم ولكن ما في شيء بخوف تشعروا بنوع من أنواع الإرهاق أو الطاقة الضعيفة عندكم أو ما عندكم رغبة لإنجاز كثير من الأعمال حاولوا أنكم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم خلال هذا اليوم لأنه القمر زي ما حكينا هو أساسا في بيت المتاعب بشير لأي برج بشير بركود وتأخير في سير الأمور بتكون حاضروا اليوم من التراجع الصحي والمعنوي إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا الطبيب حاول أنك تستريح بعيدة عن الأضواء حاول أنك ما تختلق الأعذار للهروب من المسؤوليات والمهمات برج الأسد طبعا القمر بما أنه رح يكون موجود بالجوزاء وهو برج حليف لا إلك فعشان هيك اليوم عندكم نشاط عالي جدا ولكن نشاطكم هذا رح يكون على المستوى الاجتماعي اليوم نشاط اجتماعي بتلتقوا أصدقائكم تتحاوروا معهم مناسبات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة ممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو اتصالهم لمة جمعة عزومة دعوة أي إشي في هذا المجال اليوم أنت رح تكون نشيط في هذا المجال ممكن تشير أحد العلاقات إلك أو تلجأ لواسطة معينة لمساعدتك في أمر معين يعني بتقدر تطلب الاستشارة أو تأييد أحدهم لا إلك أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك بشكل مكثف بتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة ولكن الأهم أن تحاول تنجز كل الأعمال المهمة قبل وصول القمر لبرج السرطان لأنه رح يكون بيت متاعبك وهذا الحكي بعد يومين أربع برج العذرة بدكوا تحافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل بما أن القمر موجود الآن في بيت السمعة فهو بركز على السمعة بشكل مباشر بدكوا تديروا بالك على سمعتكم ما في داعي للمجازف ولا المغامرة ولا المخاطرة ولا لمخالفة القوانين أي شيء بشوه السمعة ابعد عنه تماما يعني أنك تكون هادي وعاقل ومؤدب في هاي الأيام طبعا مش معنى هذا أنه البيت هذا سيء أو سلبي لا بالعكس هذا ممكن أنه سمعتك تشهرك ممكن صير مشهور أو تكرم أو تحصل على جائزة أو منحة أو ترفيع أو ترقي برضو مفيد لإلك حاول اليوم تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ أهم إشي أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جاهز واسمعت النصائح اللي إحنا واصلت فيها برج الميزان طبعا الآن في القمر في بيت حليف لألك الجوزاء فعشان هيك اللي عنده امتحان عنده سفر عنده مقابلة عنده دراسة عنده مناقشة عنده قضية قضائية فهذا وقت ممتاز جدا اللي بيتقدم لأمتحانة ومقابلة بده يستعد بشكل جيد لأنه الفرص حليفة لإلك هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن بعضكم يطلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة أو من خارج البلاد أو اتصال حاولوا تسهيل الأمور بشكل جيد ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية أو دراسة موضوع معين الفترة حافلة بالنشاطات أنت عندك طاقة عالية جداً وفرص عالية جداً ممكن تستغلها وتكسب من خلالها برج العطرب القمر الآن تحرك من مقابلكم تماماً صار في البيت الثامن هو لسه فيه منازل المقابلة ولكن أقل إرباك من البيت السادس والسابع فعشان هيك اليوم تقدروا تدخلوا تعديل أو تعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ولكن أهم شيء أنك ما تسمح لأي شخص أنه شكك بقدراتك أنت عندك طاقة عالية جداً اليوم وقدراتك واضحة بس أهم شيء أنه لا تكون جارح في الكلام حاول أنك تفاوض بهدوء ودبلوماسية كن حريص على حقوقك بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرص المناسبة لتبرير أخطاء ولكن إجمالاً الفترة هاي إيجابية ودعملة لك على المستوى المالي على مستوى القروض على مستوى قرن بنك مثلاً تأمين أمور العلاقة بميراث بأموال قديمة حقوق لا إليك بدك تستردها كل هاي الأمور اليوم يعني تقريباً لصالحك برج القوس طبعاً القمر الآن مقابلكم تماماً فعشان هيك سلاح ذو حدين في هذا المكان أنه أول شيء هو بعطيك طاقة حلوة على مستوى شراكاتكم اليوم تقدروا تعززوا شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وصير في حوار ما بينك أو ما بين الأزواج أو مصالحات الفترة هاي ممتازة على كل الأمور اللي إليها علاقة بالشركة شركة مال عاطفة زواج خطبة جيزة أي شيء من هذا القبيل هي ممتازة ولكن طاقتك لأنها ضعيفة لأن القمر مقابلك تماماً فهاي فترة بكون فيها نوع من أنواع صعوبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات فعشان هيك يحاول أنك ما تنفعل حاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية أعصاب باردة هدوء قاتل بده يكون عندك بدك تتحلى اليوم بالصبر رغم أنه أنت مش صبور بس بدك تصبر ما بصير أنك تتسرع في اتخاذ القرارات بدك تكون حكيم أصبر بتنول وأهم شيء اجتهد عشان تحصل مكاسب برج الجديد طبعاً القمر الآن صار في البيت السادس اللي هو بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك بتكون تنشطوا اليوم بإنجاز الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل أو الأعمال السابقة بتكون تنتبهوا برضو لصحتكم حادروا من تراجع صحي وصالرهم أنه ما فيه شيء خطر ولكن ممكن تشعر ببعض التوعوكات الصحية إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة إذا شعرت بهذا الشيء راجع طبيبك أهم شيء أنك ما تسمح للواجبات أو للأعمال الموكلة لإلك بأنها تتراكم عليك وأنك تحاول تنجزها كلها مع بعض لأنه رح تكون صعب عليك بدك تكون أكثر تنظيماً وبدك تحسن إدارة أعمالك بشكل جيد وبرضو تعرف كيف تدير الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قصد من الراحة من وقت لآخر من وقت لآخر وإهدأ وكون عند حسن الظن عشان الأجواء تمشي معك بسهولة ممكن اليوم يصير فيه تعاون ما بينك وبين أحد الزملاء أو يساعدك بإنجاز بعض الأعمال اللي كان صعب أنك تنجزها في الأيام الماضية برج الدلو طبعاً القمر الآن دخل في بيت حليف جداً لإلك له بيتك الخامس فعشان هيكي بنقدر نقول أنه اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً وبتكثر عنكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً يعني رح تصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر لك هاي الفترة لقاءات طارئة مع الإخوة أو مع أحد الوالدين أو مع أحد الأبناء أهم شيء أنك تقدم المساعدة والدعم اللازم لأي شخص بطلب منك مساعدة بالفترة هاي هاي فترة ناجحة ومطمئنة عاطفياً ومالياً زي ما حكينا والحظوظة بتدعمك في هاي المساعدة اليوم يعني تقدر تصلح أو تقدر تكرر الأشياء اللي ما قدرت تكررها في الفترة الماضية أو تحصلها في الفترة الماضية اليوم كرروا المحاولات بتلاقي حالك إنه بدأت تحل مسائل معقدة كانت أو كان صعب إنك تنجزها الفترة ممتازة حليفة داعمة فاستغلها بكل ما أوتيت من قوة برج الحود طبعاً القمر الآن موجود في البيت الرابع لأن لكم اللي هو بيت البيت بيت العائلة عشان هيك اليوم التركيز رح يكون على أمور إلها صلة بالبيت والعائلة رح تنشغله في هاي المسائل أهم إشي إنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى ولو كانت المسؤوليات هاي مرهقة وكثيرة بدك تنظم موقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير حاول إنك ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي الفترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بنوع من أنواع الإنزعاج أو القلق حول مسألة شخصية طيب الآن من فوائد هذا البيت برضو إنه الأشخاص ممكن شخص مسافر الآن يفكر يرجع لأرضه لبيت الأم لأرض الوطن مثلاً أو إنه مثلاً تسمع خبر أو يكون عندك فرحة أو يصير خبر مفرح أو مناسبة مثلاً لها علاقة بالعائلة أو بالبيت فهاي الفترة ممتازة جداً لكل الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة ولكن ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية في بعض الأجهزة أو مصاريف منزلية يعني هاي الأمور اللي حاول إنك ما تهملها على أساس أنه يعني تكون فترة ناشطة وتستثمر منها كل شيء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة الآن ترجمة نانسي قنقر